بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وحمد الله وبركاته. ومساكم الله بالخير والنور والنعيم. قبل ما نبدأ أي شيء جميع ما يريد فيه حساباتي هو ليس نصيحة مالية ولا استثمارية ولا اقتصادية. فأنا نستخدمي باستثماري ولا مالي ولا اقتصادي. وقارك بأموالك وقارك لوحدك. استخير الله سبحانه وتعالى فيه. ثم يدرس واتخذ قارك بنفسك على مسؤوليتك الشخصية ربحة وخسارة. ويجب للطراع على صندوق الوصف. طبعا خلال الفترة هذه خلال الأسبوعين هذه اعتذر جدا اعتذار جدا شديد اني ما قدرت نزل مقطع اليوتيوب. السبب اني شغلت بيضافه جدا طارع. فلهذا السبب ما نزلت مقطع اليوتيوب. لكن متابعة السوق كانت مستمرة ولا تزال مستمرة. وستستمر بأموالك سبحانه وتعالى. 24 ساعة في اليوم سبع أيام في الأسبوع على مدار السنة. المتابعة لم تنقطع سواء متابعة تخزين أو التداول أو أي شيء آخر. ولكن فقط مقطع اليوتيوب تخفت فيه الأسبوع الماضي. الأمر الآخر اللي حاب تكلم فيه اللي هو موضوع البيتكوين. موضوعا اليوم انا شوف موضوع يستحق الكلام. كثير نسمع انه كيف الناس تقول ان البيتكوين هو الديجيتل قول. كيف البيتكوين هو قول 2.0. طبعا انا اتفق مع كثير من الناس في هذه في وجهة النظر هذه. الذهب انا شوفه هو نسخة مطورة عفوا البيتكوين هو نسخة مطورة نسخة محسنة نسخة رقمية من الذهب. فحتى من ناحية الفندمنتلز او الاساسيات احنا قارننا قبل كذا كيف الذهب والبيتكوين فيهم ان كومن فيهم اساسيات مشتركة وخصائص كثير مشتركة. الان هترح محور جديد في هذا الخصوص وهو مقارنة شارت الذهب والبيتكوين. طبعا الستب والسيميلاريتي في الحركة السعرية بين الذهب والبيتكوين كبيرة جدا. الان راح اوف اعمامك شارت الذهب. طيب بالنسبة لتشارت الذهب زي ما تشوف انه الذهب اخترق مقاومة طويلة المدى. مقاومة استمرت لفترة طويلة تم اخترار. الآن مثل ما تشوف امامك في تشارت الذهب اخترق مقاومة استمرت لفترة طويلة. مقاومة السعبية استمرت لفترة طويلة اخترقت ذهب. وبعد ذلك بدأ حركة ايجابية بشكل عام او ترند ايجابي في سعر الذهب بشكل عام بدأ بالحصول. الحصول. الان لو ارفع امامك تشارت البيتكوين راح تلاقي ايضا في في الحركة السعرية تشابه في الحركة السعرية. حركة مشابهة حصلت على تشارت البيتكوين وتحصل على تشارت البيتكوين. واختراق البيتكوين من ناحية السعرية لمقاومة استمرت لفترة جدا طويلة. الان خلينا نقول one million dollar question. السؤال اللي انا اسأل نفسي اللي الناس تسألني هو طبعا كل واحد يسوي دراسته ويستخير الله فيها ثم يسوي دراسته ثم يتخذ قراره على مسؤولية الشخصية ربحا وخسارة. بالنسبة لي من وجهة نظر الشخصية ارى ان هناك عدد اثنين سينابيو. بالنسبة لي ارى ان هناك سينابيو هين. حاليا يوجد سينابيو هين. لا تنسى هذا السوق متجدد يعني ممكن بكرة تجي معلومات جديدة. ممكن نحدث ثلاث شارتات وغيرها. في الوقت الحالي ارى ان هناك سينابيو هين ممكن حصولهم. سينابيو جيد وسينابيو اسوأ. فالسينابيو الجيد احنا اتكلمنا عنه قبل كده في مقاطع اذا انتم متابع راح تعرف في السينابيو الاول. السينابيو الاول وهو آآ ثلاثة وثلاثين اسبوع آآ مثل ما شفت في اليتشارت وصول آآ البيتكوين بام الله سبحانه وتعالى الى قمة السابقة آآ قرابة العشرين الف دولار امريكي. يعني قرابة فبراير عشرين واحد وعشرين. زي ما ذكرنا من قبل آآ كيو وان من عشرين واحد وعشرين. طبعا انت ليش تقول لي يعني ثلاثة وثلاثين اسبوع لانه الذهب آآ حقق الرقم النظير في ستة وستين اسبوع. حقيقة الذهب لرقم النظير في ستة وستين اسبوع يمكن للبيتكوين آآ بناء على التشارت تحقيقه في نصف هذه المدة. آآ لانك انه ما تقدر تقارن الماركت كاب بالذهب بالبيتكوين. يعني الماركت كاب للذهب جدا عالي مقارنة بالبيتكوين. فآآ يعني رأس مال اقل جدا بكثير ممكن يحرك البيتكوين من ناحية السعية بشكل اكبر من الذهب. اتمنى وضحت في الصورة. وهذا السيناريو انا تفصلت فيه فلذلك ما راح تفصل فيه زيادة في مقاطع سابقة بالاتشارتات وبالأرقام وكل شيء. السيناريو اللي حبيت اضيفه اليوم وهو السيناريو الجديد هو السيناريو السيء. السيناريو السيء وهو ارتفاع سعر البيتكوين تقريبه مية وعشرين بالمئة من السعر الحالي. يعني انت قاعد تتكلم وصوله الى القمة السابقة عشرين الف دولار امريكي في ستة وستين اسبوع. ستة وستين اسبوع يعني تقريبا باي سبتمبر عشرين واحد عشرين بامر الله سبحانه وتعالى. وانا الى الان ارى ان السيناريو الاول وهو الكيو وان من عشرين واحد وعشرين لا يزال قائم. ولكن حبيت اضيف هذا السيناريو ونحطه شوية اه زي ما تقول اه في الدرج. وكما نحتاج نطلع بام الله سبحانه وتعالى. فبس هذا بخصوص المقابنة السعرية ما بين اه الستب. يوم جميل لا تنسوني انا والديني بدعاكم اكثر من الصلاة الحبيب عليه السلام في امان الله.